أعزائي طلاب أهلا بكم في محاضرة نكمل فيها الحديث عن نون الوقاية قبل ياء المتكلم وكنا قد تحدثنا عن حالات التي يجب أن تدخل أو تذكر فيها نون الوقاية قبل ياء المتكلم نكمل الحالات الباقية الحالة الثانية لنون الوقاية قبل ياء المتكلم كثرة الاقتران يعني كثيرا ما تقترن وقليلا ما تحذف نون الوقاية قبل ياء المتكلم وذلك مع ليت مع ليت يكثر اقترانها بنون الوقاية قبل ياء المتكلم ولم يرد في الذكر الحكيم إلا الاقترانه أي ذكر نون الوقاية قبل ياء المتكلم كقول الله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي فموضوع الشهد يا ليتني والقاعدة هنا كثرة دخول نون الوقاية كثرة دخول نون الوقاية قبل من قبل ياء المتكلم مع من مع ليت مع ليت مع ليت ومن التجرد أي حذف نون الوقاية قبل ياء المتكلم قول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي أصادفه وأفقد جل مالي ليتي هذا موضوع الشاهد ولم يقل ليتني وهو قليل هنا قليل حذف هنا الأكثر أن تذكر نون الوقاية والقليل هنا حذف نون الوقاية مع ليت حذف نون الوقاية مع ليت قليلا قليلا حذفها قليلا حذف نون الوقاية مع نون قبل ياء المتكلم قليلا أما الأكثر أن تذكر نون الوقاية مع ليت الموضع الثاني الذي يكثر فيه ذكر نون اللقاية مع لدن في قول الله وهي لدن هذه ظرفة معنى عنده نبني على السكون نحو قول الله تعالى قد بلغت من لدني عذرا قراءة أكثر القراء بالتشديد بنون الوقاية ونون لدن الأصلية من لدني نون الوقاية أضغمت في النون الأصلية من لدن ولكن قرأ أنافع وغيره من لدني بدون تشديد على حدف نون الوقاية قليلا ولكن الأكثر هنا الأكثر ذكر نون الوقاية مع لدن الأكثر ذكر نون الوقاية قبل المتكلم طبعا مع إيه؟ مع لدن كذلك قد كذلك قد وهي اسم بمعنى حسب حسب ككذا قول الشاعر قدني من نصر الخبيبين قد ليس الإمام بالشحيح المنحد قدني وقدي يجوز فيها والذكر نون الوقاية يجوز حذفها والأكثر الذكر كذلك قط وهو اسم أيضا بمعنى حسب كقولك قطني درهما أي حسب درهما أو قطي درهم أي إيه؟ حسب إيه؟ درهم وهم ابتدأ وما بعده خبر قطني درهم أو قطي درهم أيضا يجوز فيها الحذف والذكر نون الوقاية قبل ياء المتكلم والأكثر الذكر الحالة الثالثة عكس الحالة السابقة يجوز الذكر ويجوز الحذف ولكن الحذف والتجرد هو الأكثر وذلك مع لعل من أخوات إن مع لعل من أخوات إن ولم ترد في القرآن الكريم إلا بالحذف أو إلا بحذف نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لعل وذلك في قول الله تعالى مثال عليه يعني قول الله تعالى لعلي أبلغ الأسباب قال العلي موضع الشاهد العلي والقاعدة أو وجه الاستشهاد أنه هنا يجوز حذف نون الوقاية مع لعل كثيرا الحذف أو تجرد كثيرا وجاء الاختران في الشعر قوله حاتم يخاطب امرأته التي لامته على كرمه وكثرة إنفاقه فقال لها أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا فقال هنا لعلني ولم يقل لعلي فالشاهد هنا جواز دخول ماذا دخول نون الوقاية الوقاية جواز دخول نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لعل قليلا قليلا أما التجرد فهو الكثير مع لعل الحالة الرابعة جواز الأمرين على السواء يعني ذكرت أو لم تذكر نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع هذه الكلمات سواء هكذا سمع عن العرب أنهم يذكرونها أو لا يذكرونها بلا بلا تفضيل في نقطهم أو بلا بلا شيوع على الحذف أو الذكر من لغات العرب أو من قبائل العرب مع أن وإن وكأن ولكن من أخوات ماذا من أخوات إن يجوز فيها الأمران على سواء إن ذكرت أو لم تذكر هكذا كان الأمر سواء في قبائل العرب وفي انتشار هذه اللهجة أو الطريقة في الكلام في لهجات العرب ولغات العرب ومنها قول قيس بن الملوح المجنون مجنون ليلة يقول وإني على ليلة لزار وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها يقول أنا زعلان من ليلة وبيني وبينها كذا ولكن مع كل ما تفعله بي فإنني أستديم حبها طيب هنا قال إني وإنني وإنني على السواء هنا لأن إن وأن وكأن ولكن يجوز دخول نون الوقاية قبل المتكلمين ويجوز حذفها على السواء فالقاعدة جواز دخول نون الوقاية جواز دخول نون الوقاية وحذفها مع ماذا مع إن وأن ولكن وكأن الحالة الأخيرة والخامسة وهي الحالة التي يمتنع فيها أو الحالات التي يمتنع فيها دخول نون الوقاية قبل يا المتكلم في موضعين اثنين إذا اقترنت يا نون الوقاية إذا اقترنت يا المتكلم مع أي من حروف الجر كما قلت لكم تذكروا تذكروا هذه الجزئية مع أي من حروف الجر ما عدا من وعن يمتنع دخول نون الوقاية مع إلا وفي وغيرها من حروف الجر ما عدا من وعن التي ذكرناها قبل ذلك بدخول نون الوقاية عليها تقول لي وإلي وفي ماشي وجوبا في كل حروف الجر ما عدا من وعن طيب يمتنع أيضا دخول نون الوقاية إذا اتصلت يا المتكلم بأي اسم ما عدا لدن وقد فقط من حروف من الأسماء أما بقية الأسماء بلا استثناء ما عدا هذه الثلاثة إذا اتصلت يا المتكلم بأي اسم يجب أن تحذف يمتنع أن تدخل نون الوقاية أن تدخل نون الوقاية إذا اتصلت يا المتكلم بأي اسم ما عدا هذه الثلاثة تقول أخي ولا صح أن تقول أخني وأبي وكتابي وقلمي وجامعتي إلى غير ذلك مع الأسماء بذلك نكون انتهينا من نون نقايتي وحالاتها مع الضميع معياء المتكلم ونكون انتهينا أيضا من درس الضمير كاملا وهو النوع الأول من أنواع المعارف فإلى نوع جديد في محاضرة قادمة إن شاء الله